الحقيقة دايماً اجتماعات مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب لا تاخلوا أبداً من الإعلان عن مشروعات جديدة للأعضاء مبارح قرر مجلس الإدارة تكليف المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بدراسة إنشاء حمام سباحة جديد بفرع الشيخ زايد وده طبعاً ضمن الخطة الإنشائية اللي بيشهدها الفرع لتلبية كل احتياجات الأعضاء تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع إيه اللي دار فيه العزيز الأستاذ الشريف واد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي تفضل للتحية لحضراتكم مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي ومنصاته على المواقع المختلفة نستعرض في هذه السطورة في هذه الدقائق قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد في مقر النادي الأهلي في قلعته بالجزيرة اليوم السبت 19-21 الحقيقة أنه في جملة من القرارات سنركز اليوم على قرار واحد يتعلق بالدعوة لإجراء الانتخابات أو الجمعية العمومية يومي 25-26 نوفمبر حيث وافق المجلس على أن يكون إنعقاد الجمعية العمومية يوم 25-26 نوفمبر 2021 بحيث أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني الذي نصت عليه لأحة النظام الأساسي للنادي الأهلي في اليوم الأول 25 يتم استكمال إجراءات الجمعية والانتخابات تكون يوم 26 نوفمبر بإذن الله وبالتالي اعتمد المجلس أيضا البرنامج الخاص بإجراءات الجمعية العمومية حيث سيتم إختار الجهة الإدارية بموعد إجراء الانتخابات غدا الجواب يعني يتم مخاطبة الجهة الإدارية غدا الأحد عشر عشر وفقا للأحة وزارة شباب والرياضة والإعلان بالجريدة الرسمية يوم 15 أكتوبر وكذا الموقع الرسمي للنادي الأهلي كما نصت لأحة النظام الأساسي ثم يتم فتح باب الترشح في اليوم التالي مباشرة من الإعلان في الجريدة الرسمية اللي هيكون يوم 16 السبت 16 أكتوبر ولمدة أسبوع ينتهي يوم 22 أكتوبر السابعة مساء الحقيقة أن اللجنة اللي هتكون مختصة بقبول أوراق الترشح للمرشحين الراغبين في خدمة النادي الأهلي ستنعقد كل يوم من 16 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الخامسة باستثناء اليوم الأخير اللي هو 22 أكتوبر ستنعقد اللجنة حتى السابعة مساء ليغلق باب الترشح يوم 22 أكتوبر في تمام السابعة مساء وبالتالي تبدأ الإجراءات الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية والندوات المختلفة ودقاء المرشحين مع أعضاء الجماعية العمومية قبل إجراء الانتخابات يوم 25 وفي حال عدم اكتمال جماعية العمومية تجرى الانتخابات يوم 26 نوفمبر بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي ولأعضاء جماعياته العمومية وللراغبين والطامحين في خدمة نادينا العظيم بكل التوفيق إن شاء الله مشكر حضراتكم ده بس اللي كان عندنا النهاردة أو ما قرر المجلس إعلانه وسنوفيكم امتباعا بإذن الله بمجموعة أخرى من قرارات مجلس الإدارة خلال الأيام المقدمة عاماتا رائع جدا أن احنا نشوف كل فترة كده النادي بيتور من نفسه مجلس الإدارة إن هو دايما بيشوف احتياجات يعني الأعضاء وإيه اللي ممكن يسعدهم إيه اللي ممكن يضيف ليهم فحلو جدا فكرة أحمام سباحة أو ملعب أو غيره كل ده أكيد في الآخر بيصب في مصلحة يعني الأعضاء